عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي الكثيري رئيس الجمعية القائم بأعمال رئيس المجلس واستهل الكثيري الاجتماع بكلمة حية فيها الحراك الشعبي والقبلي في محافظة أبيان التي تحظى بأهمية من قبل المجلس وقيادته باعتبارها خاصرة الجنوب وفي ذات السياق حية الهيئة الإدارية للجمعية مخرجات اللقاء الموسع لقيادات المجلس الانتقالي في حضر موت والذي أعلن فيه عن رؤية وخرطة طريق لإخراج حضر موت من حالة التوتر والأزمات مع التأكيد على التوابط التي ناضل من أجلها الشهداء ترجمة نانسي قنقر